يعني ايه هندسة صوت? اهلا بكم دي حلقة جديدة من سلسلة احنا هنقدمها عن هندسة الصوت. يعني ايه هندسة صوت? ايه كلمة دية اللي احنا بنسمعها كتير في اعمال فنية في اغاني في موسيقى في حتى في التلفزيون والراديو. بنسمع اسم مهندس الصوت دوت كتير قوي. مين هو مهندس الصوت ده? مهندس الصوت دوت هو شخص دارس فيزياء علم الصوت. يعني ايه علم الصوت? العلم دوت بيختص باني انقل الصوت اللي انا بسمعه سواء من من الناس بتتكلم او اصوات موجودة حواليا او اصوات اه حد عملها على آلة موسيقية. انقل الصوت دوت. يا ام على الهوى. يا اما احطه على وسيط يعني سي دي على الشريط على اي حاجة بحيث ان اقدر استعيده تاني او استعمله في اني ادخل عليه اصوات تانية كمان او اسجله واحتفظ به او ادخله في اعمال فنية بحيث يبقى الصوت ليه وظيفة في العمل الفني دوت. طب وهو اه العمل الفني دوت يعني هل مثلا الاوبرا مثلا او اه المسارح هل بيبقى فيها مهندس صوت مختص بالموضوع ده. اه بالنسبة للاوبرا والمسارح. اه فيه هندسة صوت خاصة بالمعمار نفسه. يعني الفراغ نفسه اللي انت قاعد فيه ليه هندسة صوت? الصوت ده بينعكس. على الحيطان واللوس اوف. وفيه دور اوبرا مسلا زي دور اوبرا فيينا. الصوت اللي فيها ده مش ممكن هيتكرر تاني في حتة تانية في العالم. لدرجة انهما بنوا دار اوبرا بنفس المقييس بتاعتها ونفس الخشب المستخدم. بس الخشب نفسه اللي استعمل في ديكورات بتاعت الاوبرا دي امتص اصوات الالات الموسيقية اللي اتعزفت جواه وبقى بيعكسها افضل من اي قاعة تانية معمولة جديدة بنفس الخشب او بنفس المقييس الصوتية. حتى كمان الخشب ليه علاقة بالصوت وبيعتحسن بوجود الصوت رن جواه ولا مرنش. طيب وما المهندس الصوت بتاع الاغاني ده بقى ايه اللي بنسمع اسمه وبنقرأ اسمه على الشرايط وعلى السيديات وعلى الاعمال الفنية وفي التلفزيونات. اه مهندس الصوت دوت هو عبارة عن المهندس اللي سجل الصوت الفيزيائي بتاع المطرب دوت او بتاع القلن الموسيقية ونجح في انه هو ينقله بتفاصيله بحيس انه يطلع مزبوط بالزبط زي ما تعزف بجماله. او يخبي عيوب فيه او يحسن ويبرز محاسنه. ويطلعه على وسيلة سواء شريط سواء انترنت سواء اه تسجيل او اه ازاع او تلفزيون بيطلع الصوت ده تاني او يسجله للاستعمال. ومهندس الصوت ده ليه ادوات وليه اه مكان بيشتغل فيه وليه اه طبعا مهندس الصوت بيشتغل في استوديو زي اللي انتم شايفينه دوت. الاستوديو دوت عبارة عن لوحة كبيرة او مليانة قنوات القنوات ديت كل قناة منه مختصة بتسجيل ميكروفون معين او ازاع التراك معين ده بيسموه المالتي تراك او التراكات المتعددة. ده الميكسر اللي انتم شايفينه دوت انا بدخل عليه كل آلة موجود ده. انا جال دلوقتي مسجلتش اي حاجة. بدخل عليه بس عشان اعرف اجمعهم. اعلي واحدة واوطي واحدة. دي اعلى شوية دي عايزة شوية اه اه تريبلي دي عايزة شوية بيز. دي عايزة تأسير معين. اه دي اعلى من دي لازم اوطيها. وبعدين في الاخر بعمل عليه بس مع كل الاسوات دي كلها ما بعضها ما بخلص العمل الفني. وابتدي علي واوطي لغاية ما يطلع علي الصوت اللي انا طلبه بالزبط او اللي طلبه الفنان او المؤلف الموسيقي في الموضوع دوت. ده الميكسر اللي هو الخاص بتوصيل الاسوات ده. طيب بعد ما بخرج من الميكسر دوت ما انا محتاج وسيلة تسجيل. ما انا الميكسر ده مجرد اني جمعت بس الاسوات ده خلالي كل واحدة في قناة. الجهاز التسجيل ده ممكن يكون جهاز تسجيل زي زمان. الاجهزة اللي احنا شايفينها ديت بتسجل على هو واحد بيسجله او بعد كده ابتدت الاجهزة تتطور واخترعوا الاجهزة بيسموها او اجهزة التسجيلة المتعددة القنوات. يعني بمعنى ادق انا مدخل قناة على داخل فيها صوت المطرب وقناة داخل فيها صوت الكمانجة يعني قناة صوت فيها العود وكلهم بيعزفهم مع بعض في الاستوديو في نفس الوقت دوت. اللي بيحصل لانا بدخل كل قناة من ديت على خاص بيها على ما بيسجلش غير التراك ده بس. والتراك اللي جنبه بيتسجل من القناة اللي جنبها. وانا بظبط المكسر بتاعي بحيث كل خانة منه بتخش على خانة من خانات دوت. فبيبقى عندي عكس بالزبط اللي المكسر بيديه. طبعا ديت بتبقى اسعارها والمكسرات كمان بتبقى اسعارها مختلفة من من مبالغ مسلا معقولة. المبالغ ضخمة جدا بالملايين. والاجهزة طبعا اه وقتها كانت عزيزة على المنال بحيث ان الناس كانت بتدفع فلوس كتيرة جدا في جهاز زغير جدا مسلا يسجل تمن تراكات اللي هو دلوقتي ممكن اي طفل يبقى عنده اه موبايل مسلا يبقى عنده تمن تراكات دولة على الموبايل يقدر يسجلهم هو بنفسه. فالعلم تقدم جدا والموضوع ما بقاش باللي انتم شايفينه دوت. ليه? لان بتقدم الكمبيوتر بقى عندي اه جهاز ممكن يستوعب اني اشغله كمالتي تراك واننا بالسوفتوير بعمل التراكات ديت على الكمبيوتر وبعد كده بدخل كمان الواء الكمبيوتر بيسجل في نفس الوقت فالريكوردر كمان موجود معايا في الكمبيوتر. كان طبعا الكمبيوترات في الاول في التمانينات كانت لسه الويندوز ما 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 كبريتش قوي فكان الماك انتوش هو سيد الاستوديوهات وكانت الناس كلها بتستعملوا كان غالي جدا تمنوا بعد كده الويندوز ابتدت تتقدم شوية سرعات البروسيسور والرامات بتاعته والامكانية المعالجة والهارد ديسك ابتده يبقى اسرع بكتير فابتدت السوفتوير تتقدم جدا وبقى الكمبيوتر يقدر يستوعب تراكات كتيرة جدا ويقدر يستوعب تسجيلها في نفس الوقت من غير ما يقطع اسوأ حاجة طبعا وانت بتسجل ان الصوت يقطع فتحتعمل ايه ده فيه خلاص بعد ما سجلته هتضطرت عيد ده كله من قوله جديد فكان زمان سرعة الاجهزة مش مساعدة وسرعة البروسيسورات مش مساعدة اللي هي المعالجات اللي جوها الجهاز فدلوقتي طبعا المشكلة دي تتحلت في السوفتوير دلوقتي بقى عندي بيعمل الستوديو بيعمل كمان المالتي تراك اللي بسجل عليه بل اضافة كمان ان انا بحط عليه التأسيرات الصوتية الصدى والكلام ده كله دلوقتي مبقاش زي زمان لازم تشتري الوحدات زي ما انتم شايفين كده يبقى الرجل مهندس الصوت قاعد جنبه حاجة مسلا زي قط العمليات بتاعت جراحة القلب مسلا بتاعت زمان اجهزة ومونيتورات واش عارف ايه وزراير وبتاع الكلام ده كله خلاص بقاش في السوديات الحديثة بيستعملوا يعني ايه تعالى هنعرفوا الحلقة الجاية اشتركوا في القناة